إذن مشاهدين نعيد عليكم هذا البيان الهام الذي وصلنا من النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في إطار التعاون القضاء المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين وآخرها اجتماع فريقين التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة وبعد أن تبدل الفريقان الأراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما توصل إلى النتائج الآتية أولا تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاد التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه وإن نيابة العامة المصرية رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية إلى أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما ثانيا تعلن نيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصبي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادة بعض الشهود ذلك كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجني عليه وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية وسوف تتصرف نيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو ثالثا تؤكد نيابة العامة المصرية أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا مع تكليف جهة البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرار نيابة العامة المصرية وأخيرا فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة وتؤكد نيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجلة القضائية ترجمة نانسي قنقر